العالم منشغل مع بداية العام الجديد بتجهيز الاحتفالات والموائد وشجرات عيد الميلاد ورأس السنة وتحضير الهدايا فيما ينشغل السوريون في الداخل والخارج في التحضير أيضا على منحا مغاير فبينما هم بين نزوح وتشرد ولجوء في الداخل والجوار يعيشون بين مطرقة القصف الروسي والأسدي وسندان البرد القادم مع فصل الشتاء الطويل كارثة إنسانية للعام الخامس إذ إن الأخبار القادمة من مخيمات اللجوء والإيواء تتجهز لدفن جنائز أطفال وشيوخ سبقوهم في الشتاءات الماضية جراء التغافل عن معاناتهم وقلة الحيلة جعلتهم لا يملكون إلا النزر القليل من الموارد وأقل ما يقال عن الوضع إنه خطير جدا فهناك أكثر من 12 مليون سوري بمن فيهم 5 ملايين و500 ألف طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة حيث يعيش اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان وغيرها من المخيمات في الداخل ظروفا رهيبة ينخفض مستواها مع انخفاض درجات الحرارة دعوات من منظمات إنسانية لتقديم العون والمساعدة مبادرات توصف بأنها قليلة أمام المأساة القادمة بيد أن رؤية دول العالم لمشكلة اللاجئين والنازحين السوريين لا تنظر إلى أسبابها ومعالجتها منذ بدايتها بإنهاء نظام الأسد بل إلى تضييع الوقت بشكل ممنهج بالمؤتمرات هنا وهناك مؤتمرات ربما تطول كأيام الشتاء القارس والبارد كمبادراتهم نحو القضية السورية